مرحبا بكم سادة المشاهدين مرة أخرى إلى فقرة السوشال ميديا لنقرأ ونتابع ما كتبه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول العديد من المواضيع والقضايا لكن لنبدأ مع أول بوس لدينا لعصام القيسية الذي يتحدث فيه أن الغالبية السرق واللصوص والفاسدين يوضعون في أماكن متقدمة يتحكمون فيها في مصير الشعوب وأيضا الفيات المجتمعية لكن هذه المرة هل ستختلف أم ستكون كسابقاتها لنقرأ البوس الذي كتبه أسام القيس يقول في كل مجتمع هناك أغبياء وحمقى وشواد وقتلاء ولصوص لكنهم في المجتمعات المتقدمة يأخذون طريقهم إلى المصاحات والسجون والشوارع الخلفية أما عندنا فيذهبون إلى الرئاسة والسياسة والإعلام ومراكز التوجيه الاجتماعي أي أننا نمنح الأقليات ما لا تستطيعه أي دولة ديمقراطية متقدمة بالفعل الصام يتحدث بطريقة أو بسخرية حول الوضع الذي نعيشه الآن حيث يوضع مثل هؤلاء الأنواع من الناس في مناصب متقدمة في الحكومة يتحكمون فيها في مصير المجتمعات العربية وخاصة اليمنية نقرأ بستاخر لمشتاق الثقاف الذي تحدث فيها عن أبطال المقاومة في تعز الذين يخضون المعارك الشرسة دفاعا عن المدينة ضد ميليشيات الحوثي وصالح هناك صورة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مجموعة من أفراد المقاومة إلى جانب السور القصر الجمهوري علق عليها مشتاق الثقاف قائلا شاهدت صورة بالأمس لبعض أفراد المقاومة في تعز يتكئون على أسوار قصر شعب في تعز شعرت بأنهم أشجعوا الناس الصورة هذه تعبر عن الكثير ليس عن مدى إصراري وشجاعة هؤلاء بل على مدى ارتباطهم بتعز شعرت بالانتماء إليهم وجدانيا فقط إذ لا يمكن أن أكون منهم هؤلاء الرجال فوق العداة وأبطال استوريون لم تذكرهم قصص التاريخ التي زيفت الحقائق وأعلت من شأن لصوص كروبن هود وجيمس بوند ولم تذكر هؤلاء الأبطال الحقيقيين نعم هذا ما ذكرهم الشاق الثقاف عن دور المقاومة الشعبية في تعز ويتخوض معاركها برغم شحة الإمكانيات والعتاد العسكري أمام عتاد عسكري كانت تمتلكه دولة بأكملها والآن تسيطر عليها الميليشيا إضافة إلى قوات علي عبدالله صالح التي تشاركها وتحالفها في دمار تعز نقرأ بستاخر لعبدالسلام محمد الذي تحدث فيها عن زيارة الحكومة إلى عدن وممارسة مهامها وكيف أنها تطرقت إلى محافظات أخرى كصعدة وتعز وماذا يؤثر هذا بدوره على تحركات الحكومة في المرحلة القادمة وهي بشائر يراها عبدالسلام محمد يقول حين يقول نائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء خالد بحاح من العاصمة المؤقتة عدن أن حكومته حكومة الجمهورية اليمنية وأن مهمتها تحرير البلد حتى صاد يمكننا هنا أن نطمئن ونأخذ قصة من النوم الذي جفان منذ سقوط عاصمة اليمنيين صنعاء في 21 سبتمبر من العام الماضي يمكننا الآن أن نقف احتراما لحكومتنا التي عادت إلى الداخل لليمكننا أن نفكر كيف نسخر كل قدراتنا وعلاقاتنا في تحقيق الهدف المعلن للرئيس هادي ونائبه وحكومته الذي هو الهدف العظيم لأمتنا اليمنية وهو السعادة الدولة من الميليشيات الإنقلابية كثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا يوافق عبدالسلام هذه الآراء ويستبشرون خيرا بعودة الحكومة قائلين حان الوقت فعلا أن تعود الحكومة لتمارس أنشطتها وتوفر الخدمات للمواطنين الذين يعانون من أزمات كثيرة سواء على المسوى الصحي أو التعليمي أو الطبي وأيضا على مسوى الأمن الذي هو الحاجة الرئيسية لهذه المحافظات منشور آخر لمحمد الكاتب محمد عزان تحدث فيها عن عادة تفجير البيوت واقتحامها قائلا قصف المنازل وتفجيرها في صنعها وغيرها عمل همجي وبربري لا مبرر له حتى وإن كانت مساكن قاد عسكريين محاربين فالجبهات التي يبرز إليها كل فريق للآخر كافية لإشباع غل كل منهم في الآخر فلا تدخل المدن وسكانها في دائرة شروركم ونحن على يقين أن دماء الأبرياء هي من يكسر جبروت كل متكبر ومختال نشاهد بوست آخر بعد بوست محمد عزان حول الذي تناولها الكثير على أساس أنها فضيحة وهي فعلا فضيحة بحجم صحيفة الثورة الرسمية وهي ثاني فضيحة لهذه الصحيفة التي نشرت بعض الصور لآليات عسكرية تم تدميرها وقالت أنه تم تدميرها في محافظة مارب لكنها في الحقيقة هي الصورة تعود إلى محافظة الأنبار في العراق كما تشاهدون الآن معي الآن هذه آلية عسكرية تم إحراقها أو تدميرها في العراق لكن صحيفة الثورة الرسمية نقلت أنه تدمير 56 آلية عسكرية وإذا اعتبر طعمة كبرى خاصة إذا كانت صحيفة رسمية يجب أن تكون فيها المصداقية أكبر لأنها تعبر عن وجهة الحكومة أو السلطة التي تمسك بزمام السيطرة للعاصمة صنعا مشاهد بس آخر تقريبا هذا ما كان لدينا آخر البسات لهذه اليوم و لهذه الفقرة إذا مشاهدين أشكركم على المتابعة نلتقيكم إن شاء الله بعد غد السبت كنوا على المواد إلى اللقاء اشتركوا في القناة